السلام عليكم متتبعين القناة مرحبا بكم في الصفحات السادس عشر والثامنة عشر من كتاب منار لغة العربية لمستوى السادس من التعليم الابتدائي اليوم إن شاء الله مع النص المسترسل السلوك المتحضر يعتقد كثيرون أن اليابان كانت بلادا منحطة فاعتنقت الحضارة الغربية ثم وذبت إلى التقدم فصارت الآن في طليعة الأمم الراقية والحقيقة أنها لم تكن قط منحطة أو متدهورة وإنما كانت تسير على مبادئ الحضارة الشرقية التي نشأت عليها وإما يدل على صحة قولنا هذه القصة التالية التي ألفها أحد أدباء اليابان في أواخر القرن السابع عشر قال منذ زمن غير بعيد كان رجل يدعى هارادا نيسوكو يسكن هو وزوجته في بلدة شنجاوة وكانا فقيرين معذمين وكانت السنة قد أوشكت أن تنتهي فكانا لذلك يترقبان نهايتها بخوف وقلغ لأنه لم يكن عندهما شيء من المال لكي يحتفل بنهايتها وكان للزوجة أخ يعيش في حالة اليسر فلما بلغ منها اليأس كتبت إليه ترجوه أن يقرضها شيئا من المال لعيد ختام العام وكان هذا الأخ سخيا نفسي فلما جاءه خطاب شقيقته أخذ عشرة نقود ذهبية ووضعها في علبة ثم أرسلها لأخته ولما فتحت الأخت وزوجها العلبة وجد داخلها النقود العشرة وكان هذا المبلغ بالنسبة إليهما ثروة كبيرة فرأيا أن يشرك غيرهما في التنعم بهذه السادة وفي الحال أخذ الزوج يكتب إلى جميع أصدقائه يدعوهم إلى وليمة في منزله في غتام العام وجاء ميعاد الوليمة وكان البرد شديدا قارسا والثلج يتساقط ومع ذلك حضر سبعة من أصدقائه فلما اجتمعوا قال لهم هارادا نيسوك لقد جاءني بعض المال ولذلك أستطيع أن أحتفل بالسنة الجديدة احتفالا عظيمة ثم طاف عليهم يريهم النقود الذهبية العشرة ولما دارت عليهم العلبة بنقودها قال رب البيت والآن دعوني أرد هذه النقود إلى العلبة وأغلقها ثم عد النقود فوجدها تسعة فقط فوقف الضيوف في الحال وجعلوا ينفضون ملابسهم ولكن النقد المفقود لم يظهر ثم تظاهر هارادا نيسوك بأنه قد تذكر شيئا وضرب جبهته بيده قائلا صحيح صحيح ما أشد بلاهتي إني آسف جدا لأني أزعجتكم فقد نسيت أننا أنفقنا نقدا من هذه النقود فلم يبقى سوى تسعة ولكن الضيوف لم يطمئنوا إلى هذا القول وعدوه منه لطفا وأدبا اقتضاه الحال ثم خلع أحدهم ملابسه ونفضها ووقف وفعل الثاني فعله أما الثالث فقد بقي صامتا ساكنا لا يتحرك ثم انتقل من مكانه وجلس القرفصة وبسط أمامه ذراعيه وقال إنا معي هذه الليلة نقدا ذهبيا وبما أن نحسي قد قضى علي فها أنا ذا أقضي على حياتي وما إن انتهى من هذا الكلام حتى أعد عدته لكي يعاقب نفسه على طريقة الساموراي ولكن الآخرين قالوا إنه يقول الحق فإننا على فاقتنا البالغة قد يملك كل منا نقدا ذهبيا واحدا وإن كنا لا نحمله معنا فقال الرجل أمس بعت خنجري وهذا النقض هو ثمنه وصاه أحد الضيوف قائلا هاكم النقضة لقد وجدته في ذل هذا المصباح فارتاح جميعهم ثم هنأ بعضهم بعضا وبينما هم يفعلون ذلك إذا بربة الدار قد جاءت تهرول وهي تقول لقد وجدت النقضة وجدته لاسقا في غطاء صندوق الكعي فذهش الجميع أشد ذهشة وكان ما روته الزوجة هو الحقيقة ولكنهم وجدوا الآن أن بين أيديهم أحد عشر نقدا ذهبيا فمن أين إذن جاء النقض الذي وجد في ظل المصباح لابد أن أحدا منهم وضعه ولكن من هو وقال أحد الضيوف من الطبيعي أن تصير التسعة عشرة ولكن من الغريب جدا أن تصير العشرة إلى إحدى عشرة فنرجو ذلك الذي دفع هذا النقض الزائد أن يتكلم حتى يرد إليه فلم يجبه أحد مع إلحاحه وليس فيهم من تقدم لأخذ هذا النقض الزائد وأخيرا فأخيرا اقترح عليهم رب البيت اقتراحا ودعاهم إلى قبوله فوافقوا عليه قال سأضع هذا النقض في صندوق الكعكي وسأضع الصندوق بجانب البئر عند باب الجنينة وكلما خرج واحد منكم من الجنينة أقفل الباب وراءه ولن يتحرك أحد منكم من هنا حتى نسمع صرير الباب وهو يقفل فيمكن للشخص الذي دفع النقض الزائد أن يأخذه من الصندوق ويذهب إلى بيته ووضع النقض في الصندوق بجانب البئر وخرج الضيوف فرادا الواحد بعد الآخر ولما خرجوا جميعا ذهب صاحب الحفلة وزوجته ففحص الصندوق فلم يجد فيه النقض فمن الذي أخذه ليس أحد يعرف ذلك ولكن بدهي أن الرجل الذي وضعه قبلا لكي ينجي ذلك الضيف الآخر من القتل هو الذي أخذه وإنما سلكوا جميعا هذا السلوك لأنهم كانوا من ذوي الخروق العظيم الذين يعرفون واجباتهم وتبعاتها الآن ننتقل إلى دراسة المقطع الأول للأسبوع الأول أتذكر ما معنى الحضارة فالحضارة تعرف الحضارة على أنها عملية اكتساب الثقافة أو مجموعة الأصول الثقافية عند مستوى معين من التطور وهي الهوية للجماعة التي تتشارك في هذه الأصول معا أولا في أفهم ما اسم البلدة التي يسكن فيها هارادا سينوك وزوجته وأين توجد إذن اسم البلدة شنجاوة وتوجد في اليابان ثانيا في أي قرن عاش هارادا سينوك وزوجته هاشا هارادا سينوك وزوجته في القرن السابع عشر ثالثا إلى ما كان يحتاجان ومن ساعدهما على سد حاجتهما كان في حاجة إلى المال ليحتفل بنهاية السنة ساعدهما أخو الزوجة على سد حاجتهما رابعا ما سبب دعوة أصدقائما سبب دعوة أصدقائما هو مشاركة التنعم بهذه السعادة مع غيرهما أنتقل إلى أحلل أولا أرسم جدولا من أربع خانات ثم أملأها بعناصر الحكاية الآتية شخصيات الحكاية زمان الحكاية مكان الحكاية الموضوع الذي تدور عليه الحكاية في هذا المقطع إذن الشخصيات الزمان المكان ثم الموضوع بالنسبة للشخصيات هارادا سينوك زوجته الأصدقاء السبعة ثم الأخو يعني أخو الزوجة الزمان القرن السابع عشر فصل الشتاء نهاية السنة المكان قرية شنجاوة اليابان الموضوع احتاج الزوجان للمال للاحتفال بنهاية السنة فضعت أخو الزوجة بمال وفير لأخته فقرر الزوجان مشاركة الأصدقاء سعادتهما وعند حضور سبعة منهم إلى الوليمة أطلعوا هارادا سينوك على القطع الدهبية العشر فاختفت واحدة بعد ذلك ثاليا هل يتضمن النص وصفا لهذه العناصر أبين ذلك إذن وصف الكاتب حالة الزوجين المادية والنفسية وصف كذلك الحالة المادية للأخ وصف الأصدقاء وهم ينفضون ملابسهم كذلك وصف منظر القرية والثلوج تتساقد عليها ثالثا أحدد العلاقة بين الرجل وزوجته الزوجة وأخيها الزوجين وأصدقائهما إذن علاقة الزوج بزوجتي علاقة سعيدة رغم حالة الفقر علاقة الزوجة بأخيها علاقة أخوة حقيقية لأنه لم يتأخر في مد يد العون لأخته المعدمة كذلك علاقتهما بالأصدقاء علاقة جيدة لأنهما أشركوهم في الاحتفال لتقاسم الفرحة رابعا هل كانت هذه الشخصيات سعيدة في هذا الحفل أعللوا جوابي كانت الشخصيات سعيدة لأنه بالرغم من قساوة البلد وتساقط الثلوج جاءوا إلى الحفل وكان الزوجان سعيدان باستضافة أصدقائهما نور إلى أركب ألخص المقطع الأولى في أربع جملين إذن نلخص المقطع وكان زوجان يعيشان في إحدى البلدات باليابان وقد احتاج للمال حتى يحتفل بنهاية السنة لأنهما كان فقيرين فأرسلت الزوجة طلبا لأخيها من أجل المساعدة فأرسل لها الأخ الميسور الحال عشر قطعة ذهبية جعلت الزوجين يرسلاني في طلب دعوة الأصدقاء من أجل الاحتفال معا وتقاسم الفرحة واثناء الوليمة اختفت قطعة واحدة فأخذ الأصدقاء السبع الحاضرون ينفذون ملابسهم لكن أحدهم قام بتعويضها دون إعلامهم حتى وجدتها الزوجة لاسقة في غطاء الصندوق فاقترح صاحب البيت وسيلة ليستعيد ذلك الشخص قطعته فوافقوا الآن ننتقل إلى دراسة المقطع الثاني الأسبوع الثاني يعني أتذكر من أين حصل الزوجان على المال لإقامة الحفل واستضافة الضيوف إذن حصل الزوجان على المال لإقامة الحفل واستضافة الضيوف من عند أخ الزوجة يعني زوجة الرجل أفهم كيف كان الجو حين حضر الضيوف إلى الحفل وكم كان عدد هؤلاء الضيوف إذن كان الجو باردا والثلوج تتساقط وكان عدد الضيوف سبعة ممن لبوا الدعوة ثانيا ماذا كان في العلبة التي طاف بها صاحب البيت على الضيوف كان في العلبة التي طاف بها صاحب البيت على الضيوف قطع ذهبية ثالثا ما الذي نقص من العلبة بعد استرجاعها قطعة ذهبية واحدة نمر إلى أحلل أولا ما الحدث الذي حول مسار الحكاية إذن فالحدث الذي حول مسار الحكاية واختفى النقد الذهبي أي قطعة واحدة من العشرة ثانيا أختار الجواب الصحيح بما يأتي علاقة الزوجين بضيوفهما علاقة توطر علاقة تفاهم أم علاقة صراع فعلاقة الزوجين بضيوفهما فكانت علاقة تفاهم وانسجام ثالثا بما تظاهر صاحب البيت لتفادي الحرج الذي وقع فيه الضيوف بعد نقصان ما بالعلبة إذن فقد تظاهر صاحب البيت بأنه أنفق نقدا واحدا وأنه نسي الأمر نمر إلى أركب ألخص المقطع الثانية في أربع جمل أثناء الوليمة فقدت إحدى القطع النقدية فبدأ الضيوفه في نفض ملابسهم لعلهم يجدونها لكن صاحب البيت دع أنه أنفقها ونسي الأمر ولكن الضيوف بدورهم كشفوا نبل أخلاقهم وأصروا على البحث على القطعة الثانية لأن نمر إلى دراسة المقطع الثالث الأسبوع الثالث أتذكر كم نقدا ضاع من العلبة التي طاف بها رب البيت على الضيوف إذن ضاع من العلبة التي طاف بها رب البيت نقدا واحدا فقط نمر إلى أفهم أولا لماذا خلع الضيفان ملابسهما ووقفا إذن خلع الضيفان ملابسهما ووقفا ليثبت براءتهما للجميع ثانيا أذكر السلوك الذي سلكه الضيف الثالث بالنسبة للضيف الثالث لا يرضى أن يظن به أحد ظن السوء فأراد معاقبة نفسه ثالثا هل وافق الأصدقاء على سلوك الضيف الثالث لم يوافق الأصدقاء على سلوك الضيف الثالث لأنه صادق في ما قاله رابعا أوهم الرجل الضيوف أنه عثر على النقد الضائع في العلبة في ظل المصباح في غطاء صندوق الكعك إذن أوهم الرجل الضيوف أنه عثر على النقد الضائع في ظل المصباح خامسا كيف تصرف الضيوف عندما أخبرتهم ربة البيت بوجود النقد المفقود في غطاء صندوق الكعك ذهش الجميع بعد عودة ربة البيت تحمل نقذ الضائع نمر الآن إلى أحلل أعدد المفاجآت التي طرأت على الأحداث ثم أبين دورها في بناء الحكاية إذن فالأحداث التي وقعت هناك فقدان قطعة نقذية واحدة أصبح عدد القطعة إحدى عشرة قطعة ثانيا أمثل من النص ما يفيد حرص الياباني على التضحية واحترام الآخر وإيطاره على النفس عن نمر إلى أركب أرخص أحداث المقطع الثالث في خمس دقائق إذن خلع أحد الأصدقاء ملابسه وكذلك فعل الثاني أما الثالث الذي كانت معه قطعة تخصه فقد أراد معاقبة نفسه لكن باقي الأصدقاء منعوه وقد وجد أحد الضيوف القطعة في ذل المسباح ففرح الجميع إلا أن الزوجة عادت حاملة القطعة العاشرة ليتساءل الجميع من أين جاءت هذه القطعة الزائدة ننتقل إلى دراسة المقطع الرابع للأسبوع الرابع أتذكر وقعت مفاجأتاني في المقاطع السابقة أذكرهما بالنسبة للمفاجأتان في المقاطع السابقة لدينا فقدان القطعة النقطية ثم أصبح عدد القطعة إحدى عشرة بدل عاشرة نمر إلى أفهم أولا مقتراح صاحب البيت لرفح الحرج عن الضيوف إذن اقترح صاحب البيت لرفح الحرج عن الضيوف أن يضع هذا النقد في صندوق الكعكي ويضعه بجانب البعر ويخرجون فراد وبذلك لن يعرف من أخذ النقد ثانيا لماذا وافق الضيوف جميعهم على هذا الاقتراح وافقوا جميعا لنبلي أخلاقهم وحتى لا يحرج صاحب النقد الذي أنقذ السارقة من القتل ثالثا هل وفق صاحب البيت في هذا الاقتراح نعم لقد وفق صاحب البيت في هذا الاقتراح وبذليل أنه لم يجد هو وزوجته القطعة الذهبية في الصندوق الذي وضعه بجانب البعر رابعا من الذي أخذ النقد الذي وضعه صاحب البيت في الصندوق بجانب البعر عند باب الجنيهة فلا أحد يعرف وهذا هو الهدف من اقتراح صاحب البيت وهو رفح الحرج عن من تصدق وأنقذ السارقة من القتل الآن نمر إلى أحلل أولا استخرج من الحكاية بكاملها ما يأتي حدث البداية التحولات ثم حدث النهاية إذن فحدث البداية تمثل في الحاجة للمال من أجل الاحتفال ثم التحولات التحولات تمثلت في التوصل بلمال من الأخ استقبال الضيوف اختفاء القطعة النقدية الذهبية إيجاد القطعة الضائعة ثم ظهور قطعة زائدة فيما يخص حدث النهاية فأخذ صاحب القطعة الزائدة قطعته دون حرج بفضل اقتراح صاحب البيت ثانيا وعددوا شخصيات الحكاية وعلاقاتها ذا بالنسبة لشخصيات الحكاية وعلاقاتها هارادا نيسوك زوجته الأصدقاء السبعة ثم الأخ تربطهم علاقة احترام وتقدير وشرف لا يحبون أن يذل أحدهم مهما كان ثالثا استخلصوا من الحكاية القيم التي تربط أفراد المجتمع الياباني يسبا تربطهم قيم التعاون والتضامن وتقاسم الأفراح والأحزان دون أن ننسى قيم الشهامة والشجاعة الآن نمر إلى أركب وأقوم أولا أعيد كتابة الحكاية بأسلوب خاص في ثمانية أسطر إذن كان الزوجان يعيشان في إحدى البلدات باليابان وقد احتاج للمال حتى يحتفل بنهاية السنة لأنهما كان فقيرين فأرسلت الزوجة طلبا لأخيها من أجل المساعدة فأرسلها لأخو ميسور الحال عشر قطع ذهبية جعلت الزوجين يرسلان في طلب الأصدقاء من أجل الاحتفال معا وتقاسم الفرحة وأثناء الوليمة اختبط قطعة واحدة فأخذ الاصدقاء السبعة الحاضرون ينفضون ملابسهم خلق أحد الأصدقاء ملابسه وكذلك فعل الثاني أما الثالث الذي كانت معه قطعة خصه فقد أراد معاقبة نفسه لكن باقي الأصدقاء منعوه وقد وجد أحد الضيوف القطعة في ذل المصباح ففرح الجميع إلا أن الزوجة عادت حاملة القطعة العاشرة ليتساءل الجميع من أين جاءت هذه القطعة القطعة الزائدة يقترح عليهم أن يضع هذا النقد في صندوق الكعك ويضعه بجانب البئر ويخرجون فرادا وبذلك لن يعرفوا من أخذ النقد وفي النهاية نجح الاقتراح وذهب الكل مسرورين ثانيا للحضارة مظاهر متعددة علمية وعمرانية وأخلاقية إلى آخرها أي مظهر تطرقت له الحكاية في الحديث عن الحضارة اليابانية فقد تطرقت إلى الحضارة الأخلاقية ثالثا أذكر ثلاثة بلدان من آسيا تنعت حضارتها بأنها شرقية وثلاثة بلدان من أوروبا تنعت حضارتها بأنها غربية التي تنعت حضارتها بأنها حضارة شرقية العراق تركيا الهند ومن ثلاثة دول التي تنعت حضارتها بأنها غربية إيطاليا روسيا اليونان